بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ لقتي يا أولاد بقى بالدفوغ بتاع الكتاب الكبير من باش دي سون كنز إلى باش دي سون فا في الكتاب الكبير آخر حاجة في منهج سراء تاني فضلوا نوفي نو دي ميناجي الفيرب ده يا أولاد ميناجي ده معناه يعزل يغير السكن احنا لسه معزلين طبعا ده بصلي صنع لشحنا المرة فاتت تصريب فيرب في نير زايد دو زايد انفريتيف لسه معزلين ده نطر نوفيلا بارتيمان في شاقتنا الجديدة كلمة بارتيمان شاقة كلمة مسكولية مذكرة بدأ بحرف فايل عشان كده قلنا نوفيلا اللي فيها اللي واحدة انتوا عارفين يا جماعة نوفيلا لها شاكل تاني نوفو لما بحط النوفو امام اسم يبدأ بحرف الساكن او النوفيلا امام اسم يبدأ بحرف فايل ولو كانت موناسة طبعا بتبقى دو زل تخيال الحوارات دي دارت بمين ومين من خلال الكلام اللي قدامنا دلوقتي اثناء ما بيحطوا العزال جوه شاقة لسه معزلينه فواحد بيقول اخويا بيقول يا بابا ويسكم مي اين اضع سوبرو هذا المكتب اساتر موار وهذا الدولاب مفروض يليل على الاسفرام فين يا بابا احط المكتب ده والدولاب ده فرد عليه الاب قال له او بابا قال له مي ليه ضعهم ده ده بالشخص عاد على الدولاب والمكتب ضعهم دنبوت ريشامبر في قدتكم توقيتهم في رياد حطهم في قدتك التأخوك اختي راح تقايل التأبور لتابلو بالنسبة لللوحة دي الى لامبو والأفاجورة وانظالي متخ اين نضعهم لحطهم فين ماما قالت لتابلو اللوحة اتبليلو علقيها سيغل ميغ على الحائط دل صالون في الصالون ولامبو والأفاجورة مي لا حطيها ضعيها بخيدر لي جنب السرير ضموا شمر في قدت سيغل لتابلو دي جوبي على كومدينو اخويا قال امي سالتابل نحط هذه الترابيزة نضع هذه الترابيزة دل صالة منجي في قدت السفرة ماما ردت قالت وي امي ليو في الوسط في وسط في وسط صالة منجي يمتلي شيز وحط الكراسي باع الكراسي وطوخ دلتابل حول الترابيزة اختي قالت سأضع ميزو بجي حاجاتي متعلقاتي دون سات شامبر في هذه الأوضة هحط حاجاتي في الأوضة دي بابا قال لا يا حبيبتي سات شامبر الأوضة دي الى بليو جراند هي الأكبر الأوضة دي أكبر سيبوك تفرير دي عشان إخواتك اختي قالت امواط الله طب وانا ويما شام في القطي بورمتر لرديراتور عشان حط الكمبيوتر بتاعي ماما قالت سال لا تلك اللي هناك دي الأوضة اللي هناك دي اللي موان جراند هي أصغر اللي كومفرابل بورتواء هي مناسبة ليكي هي مناسبة ليكي أختي قالت داكور موافقة جوفيزي ماتغ الدمير ده دمير شخصي هنأخذها هنأخذها قدام شوية أولادت يبقى نكسة تالتة إن شاء الله سوف أضع فيها ميزو بجي حاجاتي بابا قال قريه ميزان فا قريه هنا مش فرب قريه أذهب قريه هنا هو فرب قريه فعلا ولكن مش جايب معنا يا زهج جايب معنا هيا يلا يا أولاد عايزين ننهي بور نوري بوزي لكاين السريع عايزين نخلص عشان نستريح مش جايبين عمال وقدم بالكو مش جايبين عمال هم بيشتغل بنفسه تعالوا نشوف بقى أول سؤال ديقول إيه ديقول هذه الأسرة تتكون من كم شخص كاتر ولا سانك ولا سيس ولا سات نعدهم بابا وماما واخويا واختي وانا اللي بحكي تهين كلامه يا بولاد وانا اللي بحكي يبقى احنا كده أصبحنا خمسة يبقى أخويا واختي وبابا وماما وانا يبقى كدينا خمسة سانك عميين الوردناتور هيحط الكمبيوتر دالا جراند شامبر في الأوضة الكبيرة دالا بطيط شامبر في الأودة الصغيرة دلة شامر دلة مية في أودة الماما ولا دلة صلاة منجية في أودة الصفرة ألأ طبعا في الأودة الصغيرة عشان الكمبيوتر ده بتاع البنت طب لأشامر دي كارسان أودة الأولاد كولا شامر دلة في عن أودة البنت يطرى بلوه بيتيت أصغر موام بيتيت أكبر احنا اتفعنا يا جمال مرة فات في المقارنة قلنا وضع بلوه أمام الصفة يرزنها على وزن أفعل بمعنى بمعنى صغير يبقى بلو بيتي اصغر تمام كبير يبقى بلو يجرعوه اكبر وهكذا لكن لما حط مو تعكس معنى الصف يبقى بيتيت صغير العكس كبير يبقى موان جراند اكبر ولا قسي بيتيت مثل صغيرة زي ولا تري بيتيت صغيرة جدا لا طبعا موان بيتيت طب اميلا لنب هنحط الاباجورة ده الله عشان مرفقودة مين الاباجورة لما يتلاقي حطيها مدينه جنب السرير قضة الاولاد والقضة البنت والقضة الوالدين والقضة الجران لا طبعا قضة الوالدين ما قضة ماما هي قضة بابا وماما الأسرة هتستريح قبل تجهيز الشقة بندان أثناء تجهيز الشقة بعد تجهيز الشقة قبل ما يعزله في الشقة الجديدة لا طبعا بعد تجهيز الشقة يبقى كمان يبقى كده يا جماعة اشتغلت الفكاب الخاص بالحجرة أو بالشقة بكلمات الشقة كلها من خلال كطعة زي كده تعالوا نشوف كطعة التانية بتقول ليه دو ماكسيم من ماكسيم آ إلى تمام وبجيء الموضوع اكتيبيتي كوتيديان عنشطة اليومية يعني عنشطة اليومية يعني الحاجات اللي انعملها من ساعة ما بنصحى من النوم السكر حادما ننام با الليل تعالوا نشوف كده الأخ ده ماكسيم عاداته اليومية ايه قالك ساليه دبيتيت كالعادة كلمة دبيتيت معناها عادة جو مليف بصحة أسي زير ترونت الزاعة ستة ونص جو مدوش باخدوش اهم النوم ستة ونص اخدوش جو فيه كلكز اكزرسيس اعمل بعض التدريبات سبوغتيف الرياضية بوي جو مابي الفرب ده جماعة معناه يغير هدومه يغير هدوم يعني يغير هدوم البيت يلبس دونه خروج او العكس جو برومون بتجي نيه اخدو الافطار جو ملاف اللي دان اخسد سناني اساتير ترونت ساعة سبعة ونص جو برومون بلو اخد عجلتي اي جو فيه ونسيه وروح المدرسة ليكور كومانس الحصص بتبدأ اوي ترجز الساعة الثمانية بالزبط جي سنكور عندي خمس حصص في اليوم لابريمي دي بعد الظهر جو رونتر الاميزون اعود الى المنزل جو فيه لسيست نقف شوية هنا جو فيه لسيست يعني اعمل قيلولة يعني ايه قيلولة ياولاد اللي قيلولة يعني نوم بعد الظهر الساعة فيه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضنا ثلاث كلمات واحدة اسمها الحيلولة واحدة اسمها القيلولة واحدة اسمها العيلولة فالحيلولة اللي هو رسول صلى الله عليه وسلم بينهانة عن النوم لحظة او وقت شروق الشمس عشان في وقت شروق الشمس بيتيني ربنا سبحانه وتعالى بيرسل ملائكة الرزق فيقولك اصحى بدري عشان تاخد رزقك بدري بتلحق ملائكة الرزق وبتوزع الارزاق فانت كده لو نمت فترة شروق الشمس بتبقى بتحول بينك وبين رزقك يبقى دي كلبة للحيلولة طب والقيلولة اللي هو نوم الظهر شوية ساعة بعد الظهر نوم ساعة مش تبني ساعتين ثلاثة يعني نوم ساعة بعد الظهر اما العيلولة فده العلة العلة يعني المرض اللي هو النوم ما بين العصر والمغرب الرسول صلى الله عليه وسلم بينهانة عن النوم في فترة العصر عشان ده نوم العلة يعني الواحد كده يا أولاد لو تفتكر لو نمت الفترة من العصر والمغرب ده بتكون مصدع وتكون مخنوق وارفون فبينهانة عن النوم في الفترة دي دي ما معنى تلات كلمات لهم الحيلولة والقيلولة والعيلولة تعالي نكمل بقى هنا بيقولك بقى بعمل قيلولة بنضع لمدة انير ساعة جو جوت الفرب جوتين ده معناه يتصبر ياخد تصبيره ياخد تصبيره يعني حاجة خفيفة كده حاجة ستناك سريعة اه كان دير الساعة ثلاثة ايجو في مدفور وعمل واجباتي قديسو بيطير الساعة 18 اللي هي الساعة 6 جو دي جون بتغدى مع العيلة ده بتغدى على النظام المصري عشان هما الغدى في فرنسا أساسا من 12 الواحدة ماشي لكن انا عندنا في مصر انه بتغدى يعني اخر النهار هما عندوه بنفروض بالفترة من 6 ال 8 ده العشاء بتاعهم وده الوكبر الرئيسي على فكرة العشاء بتاعهم من 6 ال 8 وده الوكبر الرئيسي بتاعته فهو هنا اخ ده بيقولك الساعة 6 بتغدى مع العيلة جو تدي بذاكر جوسك كلمة جوسك يعني حتى وزاكر حتى الساعة التاسعة طوان الساعة 21 الى التاسعة جو فيلو شات بعمل شات مع صحابي لمدة الساعة بوي جو مكوش سم بنام بري بدا معنا ينام افان دوزول الساعة 22 الى الساعة 10 صام ديلي بدون متعشة كار جنبا مانجيري سوار لاني مش بحب اكل في المساء تفضلوا سودو كيمو هذي الوثيقة لتر جواب ولا كونفرساسيو محادسة ولا كوريه الكترونيك بريد الكتروني وكلمة بريد الكتروني يعني يا اولاد يعني ايميل ولا تيكس ده انفرماسيو نص المعلومات ونص المعلومات ده يعني عبارة عن زي المقال العنوان ونص طبعا اجابها صحيحة بريد الكتروني مكسيم صابي مكسيم بيلبس بيغير هدومه افاندو سوليفي قبل ما يصحى افاندو فير قبل ما يعمل تدريبات رياضية افاندو برندر قبل ما ياخد الوجبة بتاعته الافطار ولا قبل ما ينام لا طبعا قبل ما يفطر بغير هدومه قبل ما يفطر مكسيم عنده حصص في اليوم بليدي سنك اكتر من خمسة سلمان سنك سلمان سنك فقط خمسة ولا موان سنك اهلي من خمسة ولا امديروه حوالي امديروه حوالي خمسة لا طبعا سلمان سنك عنده خمسة حصص في اليوم هو قال كده في النص تكمل مكسيم روفياء يعود دوسونتر دوسونليسي بيرجع من مدرسه بيرجع له متاء الصبح لبريميدي بعد الدور اميدي الدور للسوار هو بيرجع بعد الدور مكسيم رون بياخد دوريباء برجور واجبتين في اليوم ترواريباء برجور تلاتة واجبات في اليوم بليديو ترواريباء اكتر من تلاتة واجبات في اليوم موان دوترواريباء اقل من تلاتة واجبات في اليوم لا هو بياخد تلات واجبات بياخد فطار بياخد جوتيه اللي هو واجبة تصبيرة ثم بياخد واجبة الغداء بتاعته اللي هي متأخرة لعدة الساعة ست اللي هو زي ما بتلك عن نظام المصري شوية مواقف طول عمي صاحبك تدوموندي يسألك سوكو تيفيه ماذا تعمل بور ايدي لكي تساعد طامير انت تعمل ايه عشان تساعد ممتق في البيت تقول ايه تقول ما هي انشطتك اليومية ولا جوفيل لي بلدت بالسرير وجهز الصفرة ولا ماما في المطبخ ولا اختي بتغسر الصحول لأ طبعا بلدت بالسرير بتاعي وجهز الصفرة عشان يساعد ماما طب بارمي كلمة بارمي معناها من بين من بين انشطتي اليومية من بين الانشطة اليومية اللي بعملها كل يوم جوفيل لي تشمي نجير بعمل شغل البيت مع ماما ولا ما شامر قطي اكبر من قطة اختي ولا في حجرتي يوجد كمبيوتر ولا قطي مترتبة كويس لا طبعا بعمل شغل البيت مع ماما من بين انشطة اليومية اللي بعملها كل يوم ان انا بساعد ماما في شغل البيت طب تيديو موند بتسأل صديق سنضيع عن رأيه اكد تلك كده يا جماعة الموضوع الرأي ده هتلاقيه موضوع موجود في كل درس في كل واحدة بعد كده لحد داخل المنهج بتسأل صديق عن رأيه في قطك يقول لك ايه يبقى هو ايه رأيه هيبدي رأيه هيوصف هيقول لك كسكتي بونس ايه رأي في قطي الكلام ده لوها اللي هسأل لاجبنا صاحب بنا هو اللي يجاوب طب تريبيان رونجي مرتبة جيدا جين بيل شامر عندي قطة جميلة ساتو بليه عجباك كسكتيون بونس ايه رأيك فيها لا طبعا ايجابة صاحب رقم به مترتبة كويس كم تيو دي كري تصف تشامبر قطك اه تونو اميني صاحبك تقول له ايه تقول له مرتبة جيدا اليو يوجد صبورة ذاكية وكمبيوتر ده الكلام ده بفصل كلام ده منك سنة اولى ده الكلام ده ايه بفصل كمو ايه تشامر كافي ده كل حجرتك ده كده مش بوصل ده كده بسأل طب شا دور بقى عجباني جدا قطي برضو لا خلاص الاجابة صحة ايه يبقى بوصل قطي لصاحب يقول له عليها انها مرتبة جدا طب تظن تعطي نصيحة لصديك عشان يوصل في المعاد كلمة الور في المعاد ايه المدرسة تقول له ايه تقول له لفت والي ده ايه سنانك ربست وا ولي استريح في السرير استريح في السرير ليفت وا ونفانس اسحى بدري كشت وا وروتار نام متأخر لأ طبعا الاجابة ايه اسحى بدري يا جماعة الله يخليكم ان كان حد احمل اي وحدة في سنة التانية رجحك واسا الله يخليك وان شاء الله باذن الله انا بعد بكرة ان شاء الله يوم الخميس النهاردة التلاتة بعد بكرة يوم الخميس ان شاء الله هسجل حصة المراجعة ان شاء الله اول ما هخلص التسجيل هتنزل لكم بجانب الشغل التالي عادي تقدر باتتراجع منهج اولة تانية بالكامل كله في حصة واحدة حصة دي هتبقى مدتها حوالي بتاع خمس ساعات وشوية بس لما لي كل كلمة قلتهالك بعد ما تبسي الكتاب متين وخمس متين وعشرين تمتين وعشرين وتلاتين صفحة تراجعوا لا راجعوا في حصة واحدة مدتها خمس ساعات وعملها لك وعملها لك اجزاء يعني بقتيه ايام بقتيه ده بقتيه طباب بقتيه كتخ اربع اجزاء وفي كل جزء حطلك المحتوى بتاعته ايه بحيس ان لو في حاجة واقع منك ارجع شوف يا حبيب تلمي الدنيا عشان تبقى ماشي في مادة مفيش حاجة مادة متاخرة عندي ياولاد اللي عايز يحطه من نفس المتفوقين ما ياخرش مواد تخلي مواد كلها ماشي جمع بعضها كده ان شاء الله طب صديقك تودمون دي اسألك سكت فيه ماذا تعمل لكي تزين حجرتك عشان تعمل ديكورات لقودة بتاعتك تعمل ايه تقوله جي فيه لفستيل اخسر الصحون تقوله جي بس لسبراتيول اكنوس جي ريبس اكوي الهدوم اكوي المنابس ولا جي طب ليه اعلق لوحة على الحيطة طبعا منعلق بسطورات على الحوائط طب بورجر دي لكي تحافظها لصحتها عشان احافظها لصحته بعد الوجبة عشان احافظها لصحته اعمليه بعد الوجبة الفوميولا دي اغسل ايديه واثناني يجب امام في الحال كلمة تودو سويد دي معناها في الحال يجب اعمل الواجب يجب ازا بالمطعم لقى طبعا يجب اغسل ايديه واثناني يبقى عشان احافظها صحته يجب اغسل ايديه واثناني اغسل ايديه واثناني بعد الاكل اللي بعد بتسأل طامير منطق قوتي يميه اين تضع الافاجورا تهط الافاجورا فين تقولك سير للموار على الدولاب سير لطابل دولا سالة منجي على تربيس السفر سير لكويتين على المطبخ سير لطابل تشيفي على الكومودينو ده المكان الطبيع يا جماعة الوضع الافاجورا تتحط على الكومودينو جنب السرير تابتي فيه انكم باريزان تعمل مقارنة بين الطيارة والاطر تعمل مقارنة بين الطيارة والاطر الجملة دي يا جماعة كثير جدا منها بيجي منتحنات سريعة عامة وقعكم فاكي ده منجزة تانية مقطوع عن منهجنا يا جماعة أولى تانية تالتة كل ده منهج واحد بتعمل مقارنة بين الطيارة والاطر تقول ايه تقول الطيارة موار ربيد طبعا انت عارف قولنا من شوية النموار تحطها امام الاجيكتيف توزيني على وقت ما افعل عكس المعنى تمام فربيد يعني سريع فلقولتها موار ربيد الطيارة بلو ربيد اسرع من الاطر اه دي احتمالت ما صح الطيارة قصير ربيد سريعة زي الاطر الطيارة موان فيت بتسير ابطأ من الاطر لا طبعا لديه ولا ديه ولا ديه دي اللي جابة صح ايه يبقى الطيارة اسرع من الاطر غيره تعالى باشوف احنا خدنا ايه جرامير في الوحدديات طبعا بجانب الجرامير اللي خدناها بكده ابرز الاجرامير اللي خدناها في الوحدديات خدنا الامبراتي في الامر خدنا البستيري صان الماضي القريب وماضي حديث اخدنا المقارنة دول ابرز ثلاث قواعد خدناهم في الوحدديات جوفيان نقض فينير فينير زايد دو بينهم قصد فينير زايد مصدر بينهم دو دبقى جوفيان دو فينير لدوور انا رسا مخلص الواجب من عشر داعي لو متى طالما يا جماعة حاطيت له قدام اي كلمة زمنية ده كده زمن بريزون مضارع في الصباح جنوة لاسبيراتور بكنوس يبقى جوباست لاسبيراتور هو هنا طبعا بيسألني عن الفيرب على ذلك لاسبيراتور بتيجي مع الفيرب بصي بصي لاسبيراتور طيب مدام هبدأ بفيرب من غير فعل يبدي حالة امر مفيش نيوباي بدي امر مزبت مدام امر مزبت هقول له بقولك لكي تصحى بدري عشان تقول بدري يبقى كوشتوا كوشتوا تو نام بدري عشان تصحى بدري طب لو ليك اللسرير ايه اكوتي بجانب اكوتي بيجراها دة بس هلي طارك تبقى دة ثابتة قال لا الدة تبقى ثابتة في كم حالة يوووو من اول سال هو عمين يقول فيها عمين يغني فيها دة تثبت في خمس حالات وراه اسماء اشخاص اسماء دول مؤنس مودل مؤنس ملكية اشارة مفيش حاجة من دول المكتب ده كلمة مذكرة تبقى دي طب أنا مش هشتري مش هشتري فكهة في حالة النكاتيف النفي المفروض الفكهة كلمة جمعة مفروض تاخد ايه دي ولكن عشان الجملة منفية تبقى دي يبقى جنوب دي بازش ت دي فروي اللي بعد كمبيان نقط بيس يا جماعة ظروف الكمية ظروف الكميات اللي هي بكو كمبيان بلو موان كل بيجرهم دو ما بتتغيرش ما بتخدش اس يبقى كمبيان دو بيس كم عدد الغرف يوجد في شقاتكم أبارتيمون شقة شقة كلمة مسكولة مذكرة بس يا جبادة بفايل تباست طيب فولي سريرك قبل ما تخرج يبقى مدام فولي سريركم قبل ما تخرجه يبقى فات رتبوا السرير قبل ما تخرجه اللي ده تأمير يا جماعة فير اللي هو ليه معناها رتب السرير طيب نوها عندها 18 سنة وأميرة عندها 17 سنة إذا نوها تكون إيه بالنسبة الأميرة خد بالك إنه بتيت بتيت يعني صغير فلو إني نوها عندها 18 مفروض إنها أكبر فعشان أقول أكبر مع الصفة بتيت لنسي ما أقولها موان يبقى موان بتيت ليه لأن موان تعكس معنا الصفة طيب نو في نو دا تصريب فير بفيني زاد دو هيجارة مصدر دا فيرب فرونو مينال مدامو زو دمرين لازم ضمير المفعول يكون تابع الفاعل تاني لازم ضمير المفعول يكون تابع للفاعل ضمير الأبجي لازم يكون تابع للفاعل الفاعل مين نو خلاص يبانو يبقى احنا لسه صحيين منذ ربع ساعة كلها جملة حلوة جدا والله يا أولاد الوبيس الوبيس ايه نقط ربيد سريع عن الطيارة طب هو الوبيس أسرع من الطيارة لا طبعا ينفعش أول بلي يلادي نحطه موان موان ربيدي يبقى أبطأ من الطيارة يا سلمة البسي بسرعة عشان تخرجي معايا دا كده فيرب يا جماعة اسمه فيرب الصابي ييه اسمه فيرب الصابي ييه دا معناه يغير هدوم ويلبس تمام لو انا هعمله بأمبراتيف هصرف مع تي طبي افتكروا بلا انا عملته مرة فاتت أشيل تي عشان دا مجموع أولى أشيل أس ان الوضمير دا من هنا هحطه بعد الفرب وحاوله من تيه له يطلع المنظر دا يا سلمة أبي توا البسي عشان تخرجي معايا طب هنا اوصف لي حجرتك يبقى انا كده بصرف مع تي اصرف الفرب مع تي وده بقى ما دوب ما فيش حاس فاس عشان دا مرموها ثالثة بدي كريموة تاش عمر منبير بابا فيان دو مادام فيان دو يبقى روحها انفريتيف فين الانفريتيف هده اهو قريبه بابا لسه واصل من عمله بريبار جهز مادام دا انفريتيف امر هيبقى زيادها كده جماعة طوا مادام امر يا استاذ حسين يبقى بريبار طوا جهز نفسك عشان تروح لمدرستك جهز نفسك اصلا الفرب دا مفروض يبقى كده هو تي تي بريبار هتشيلوا تي وتشيلوا الاس تنقل الدومل دا من هنا تحطوا هنا وتحولوا من تو الى طوا يطلع المنظر دا بريبار طوا كم حرق شفت غين شو ميز انا عايز اميز مادام دا مادة خام يبقى اون كوتان لفرانسيه انواء الفصيل الفرنساوي سهل عن الالماني يا ترى اسهل ولا اصعب الفرنساوي انا شايف انا عن نفس عشان مدرست فرنساوي هروح ايليك بريبار فصيل اسهل من الالماني وهي اساسا بنتنفعش جدها مستر تبليمو قلناش تري اقولوا استنى بس استنى عشان تقول تري ما ينفعش اقول ك عارض لو جملة انتهت دي لهو لو جملة انتهت هنا تبقى لو فرنسيه بريبار فصيل الفرنساوي يكون سهل ماشي لكن عشان تقول ك يبدا لازم يكون مقارنة ومدام مقارنة تبقى بلي يبدا فرنساوي يكون اسهل من الالماني طب ما ينفعش اقول بكو او لا ده بكو بتبصف فعل بتبصف فعل زي ايه زي الشخص الجرمان الشخص المفجوع ماله منج بكو الشخص البفار ماله بارلي بكو وهكذا طب جس في اون فرنسيه انا اكون في الفرنساوي فور ولا فور ولا فور باستاذ حسين عنها هي جل مذكر ومؤنس قالي تصلح الاتنين تصلح مذكر ومؤنس بس هل في حاجة تقول انها مفرد مؤنس رد عليه قالي لا خلاص يبقى مش شخص مذكر يبقى جس في فرن فرنسيه انا قابل فرنسيه اللي زي قلت هايدي دي هايدي بتقول هتبقى الجاعدة لهايدي مفرد مؤنس يبقى قول فور بعدها جوفيوميزي بروح المتحف متحف القاهرة القاهرة مدينة مذكرة خلاص تبقى جي مدحف القاهرة يا احمد اعمل واجباتك قبل ما تنام في ايه امبراطيف الساعة الساعة كلمة مؤنسة يبقى اكل ايه والله يا كلها جاملة جميلة جدا 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 جميع من ابتحانات كلها واحد وعشرين نقلب تفا بورتي انت هتلبس انهي زي كلمة جني يعني زي الزي لكلمة مؤنسة يبقى كلمة مؤنسة جيرون ديفو عندي معاد مع جني النقط قطاء لما يكون عندي معاد مع حد يبقى هو بينتظر نفسه اللي بنتظرنانا بنتظرنانا يبقى الم المطاء عندي معاد مع جني هي مستنياني رائع الجاكت ده السي مفرد ايسو رائع الجاكت ده ايسو يبقى هجيب ضمير شخصي عاد على مين على الجاكت مفرد مع الناس يبقى لا يبقى السي لا مفرد اموة لما يتبقى مفرد اموة يعني مين يعني نو على كمباني يبقى اللهم عيلتي وانا نزه بيدا الريف في لبيك انت طب منفرير اموة برضو اخوي وانا مدام اخوي وانا يبقى اون دي معناها نحن يبقى اون دي معناها نحن الفير بيسترف مع اون زي التصريف مع ايه المفرد الصفة بص واخدأس عشان معناها نحن اتفقنا او تاني يبقى منفرير اموة اون هنا معناها نحن عشان معناها نحن الصفة بص لكن تصريف الفيرب يبقى مفرد يبقى احنا متصرف الفيرب مع الضابير او كيما لو كان معاقيل مفرد بالزبط حتى لو معناها نحن اللي بعنا منفرير ايه منفرير بابا واخويا يعني ايه دا كأس بابا واخويا مستنيني يبقى مطاند على جار لو بروفسور المدرس بيشرح لنا درس ثلاثة انت هصرف الفيرب مع المدرس ولا مع نو لا طبعا مع مدرس يبقى يكسب ليك يبقى مدرس نوز يكسب ليك مدرس بيشرح لنا في الاجازة جونوات ابري بار ارحل السافر الى بريس صا ياولاد الفيرب يصرف مع صا زي ييل بالزبط الفيرب يصرف مع صا زي ييل بالزبط صافيكم بيا لو كيلو دورانج يعمل كام كيلو برتقال طول موند طول موند دي تسوي ييل في التصريف برضو طول موند نقط كل الناس تكون سعيدة في حفلة تركورية ايه كل الناس بتكون مبسوطة في الحفلة تركورية تكمل الفيرب يصرف مع كي زي ييل برضو بالزبط كي اتب صا من يكون غايد جوفو برضو للمرة التانية الفيرب يصرف هنا مع جوه لا مع فوق لا طبعا مع جوه يبقى جوفو بريسانت اقدم لكم صديقي الجديد اكرم مواجه نقط اترمت سا انا اريد ان اكون طبيب يبقى جوفو لبروفسير المدرس بيناديني اثناء البريك اثناء الفصحة يبقى مابل هنا الفيرب قابلي دي جماعة يعني معناه ينادي مش معناه يدعو يسمى دي كاز مصاب الليه طبعا في الاجازة نوزي مو بنحب طبعا ده فيرب مصرف يبقى يجرى مصدر يبقى في الاجازة بنحب الزهاب الى شاط البحر نوزي مو بنحب النزب الى شاط البحر اللي بعده سا لسه ايلك من شوية الفيرب الصرف مع سا زي ايهل بالزبط يبقى ساقوتكم بياه يساوي كام هزا لم يزي من فضلك مي باران والدي جايين من لقصر والدي اعتبروا ايهلها في كاس يبقى فيان او نقط فو مادام فو يبقى بصي اين تقضوا اجس الصيف جيم ده فيرب زود ومرين مادام جيم يبقى ميبرو منين الجملة دي فيها غلطة نوزي مو بنحب لا ما فياش غلطة لا نوزي مو بنحب نحنا نتفسح على الكورنيش يبقى نو طبعا عشان ده زود ومرين يبا لازم تنبين مفعوليكم تابع للفعل بعدها ايدي اللي فيها غلطة دي سبعة او بيدي اللي فيها غلطة اكلير في اي ساعة لكور لكور الحصة الحصة تعتبر في اي ساعة تبدأ الحصة في الويك اند نذهب الى الريف في منوزا لون صاروا بيان حكيتلكوا عليهم قبل كده صار الاولى على الجمهورية الاولى مكرر في سنة 2016 2015-2016 وبيان الاولى على الجمهورية بلا منازع ربعمية وعشر من ربعمية وعشرة سنة قبل فاتت نحن نستطيع في سنة 2022 يبقى واحد وعشرين يبقى عشرين هتشوفوا شهرة في عدة في الكتاب موجودة في اول صفحة في كتاب سنة ثالت صاروا بيان يريدوا الذهاب الى الريف طب صاروا بيان يعتبروا ايه ألف كاس يبقى فال ميجران بارون والدية لا أصلي أجدادي أسر أجدادي أجدادي يعني ألف كاس عايشين في الريف يبقى ذيذة طب ألف في الحفلة التركورية جيم بحب طبعا فيرب مصرف يبقى ميجوزي بحب بتنكر في طيار نوزي مو بنحب مفروض بعد نوزي مو فعل في المصدر المفروض ده يبقى مصدر يا جماعة ده يبقى نو شي اللي أول ناس دي حط بكنا أور يبقى نوزي مو بنحب نو كو شي ننام تريتو بدر جدا الغلطة دي جمالة بتطيق عليها من شوية هو النهاية بتبقى أور مش أور ناس سبعة وربعين يا طرى كده خلصوا لسه نشوف خلصوا نخش بقى على الواجب بتاع الكتاب الصغير من باش سان كونت إلى باش سان كونت سان من صفحة خمسين لخمسة خمسين في عندها في كتاب الصغير من صفحة ستة خمسين لحد واحد سبعين أسئلة مكتوب عليها أسئلة مخصصة للطالب والفائقين سيادتك لازم تكون مختنع بينك أنت هذا الطالب المتفوق هذا الطالب الفائق يعني إن شاء الله بإذن الله أنت الطالب اللي إن شاء الله يحقق الكرانت سير كرانت الاربعين من الاربعين اوعى تبعد عن دماغك للحظة إن شاء الله إن شاء الله إحنا بنعمل شغل نستاهل عليه ومجهود اللي بنقدمه نستاهل إن شاء الله بإذن الله فنشوف كده التدريبات بتقول إيه لفاميدي طومان عائلة توماس فيان دي مناجي لسه معزلة في بيت جديد في حي جديد حي حريس يعني لسه معزلين تجمع معزلين الشيخ زايد معزلين 30 أكتوبر كده مكسيم بيقول لتوماس كيف يكون منزلكم الجديد رد عليه قال له قال لي سوبير رائع قال له بتكوى من إيه رد عليه قال سوكم بوز الترباب ياس يتكوى من ثلاث غرف صالون جراند كويزين مطبق كبير كلوار ممر ممر ترقى بين اليوض دو صالدوباء اتنين حمام دو تواليت واتنين تواليت وأنا فهمتك يا جماعة المر الفاتر إن في فرنسا التواليت في مكان والصالدوباء في مكان تاني الصالدوباء حمام اللي هو تدوش والإيه والبانيو والهود دو في مكان الوحد تولد في مكان تاني فبيتنا الجديد بيتكوى من ثلاث غرف صالون مطبق كبير كلوار طرقة دو صالدوباء اتنين صالدوباء للحموم للإستحمام يعني ودو تواليت أوتب دي كريم وصفلي رد قال له اللي ترواشامبر الثلاث قوض لين واحدة بورمي باران لبابا وماما لوترو بالتانية بورماسير لأختي لتروازين الثلاثة بورمواء ليا وصالون في الصالون الياء انجران بالكاو في بلكونة كبيرة كيضن بتطل على ضنيني هنا مش مانا يعطي بتطل على انجران جارداء حديقة كبيرة المفروض فيها نقطة ماما ماما سعيدة جدا لي يا ستي قلت لك لك المطبخ جنيال رائع المطبخ كدير تعرفين الستات بيحبوا المطبخ يكون واسع يعني مشمس الشمس بتدخله الى صلة منجير والصفرة يقصي منفيك أو أيضا منفيك رائعة مكسيم قال له طبطة نوفيل شامر قطة جديدة أكبر من أخرى قطة الجديدة أكبر من القديمة رد قال له جوفيان دوفينير لديكو نسم خلص ديكورات قال له سبير رائعة لدي سمسيون النظام ايه ديفرانت مختلف شوتو منطر أو ريلك بارتي بار بارتي جزء بجزء لبرون مكتب يسول فنيتر المكتب بقى تحت شباك ودر موار الدولاب جنب السرير سيبلو براتيك دي منظمة أكتر طبعا أنا خدت أنا خدت الدرس نفسه يا أولاد كوحدة وصغطها زي ما انشاف كده حوار ما بين الاتنين بدل ما كان حوار اللي كان في الدرس عملته حوار تاني لفامي دوتوما عيلة توماس تتكون من تروى برسون ثلاثة أشخاص كتر برسون أربع أشخاص سانكي برسون خمس أشخاص ست أشخاص لما قال له شائقكم كاب أوضة قال له ثلاث أوض وصالون وغوان قال توصف لي قال له أوضة بتاعت بابا وماما أوضة بتاعت أختي أوضة بتاعت بابا وماما اتنين واخته وهو باربع يبقى كتر برسون دول نوفيل في البيت الجديد الياء يوجد دو بيس ورفتين دو صالون اتنين صالون دو صالدوباء اتنين حمام دو بركون اتنين بركون لا طبعا اتنين صالدوباء أم بيفوار ممكن يشوف الجنينة منين دولاشاب دولاشامبر من الصالون بنشوف الحديقة من الصالون طب لنوفيل شامبر القوضة الجديدة بتاعت توماس ايه بلي جراند كولوتر اكبر من الاخرى موانج براند اصغر من الاخرى و سي جراند كبيرة زي الاخرى بلي بيتيت اصغر من الاخرى لا طبعا اكبر من الاخرى دولانو في الميزون في البيت الجديد لسولاي اونتر الشمس بتدخل فين تدخل في الصالون ولا المطبخ ولا الصفرة ولا الحمام لأ انت بتدخل المطبخ لما قال ان المطبخ انسل ايه مش مسك بيدخلوا الشمس لنقل بعد كده القطعة التانية لزاكتيفيتية كوتديان الانشطة اليومية عملت حوار ما بين روبير و حمزة روبير بيس لحمزة بقوله كونت تلاف انت بتصحى وبتعمل ايه حمزة رد عليه قال له لو متاء الصبح جماليه بصحى الساعة خمسة صباح جميدوش باخدوش جبريه بصلي صلي الفجر ربيني يبارك فيه حمزة ده حفيدي ابن محمد ابني يعني حفيدي اكبر احفادي يعني في جهور الصبح بصحى الساعة خمسة صباحا باخدوش وبصلي جو فيك الكزيكزرسيز بعمل بعض التدريبات الرياضية بوي جو ما بيس ومغير حدومي جو برون ممتيل جنيه باخدو الافطار جو ملاف الليدان اكسسناني جو فيه وليسيه وروح مدرسة افلو بالعجلة قال طب لابريمي دي كونت رونتر امت بترجع لبيت رد حمزة قال له جو رونتر شمو برجع لبيتي الساعة اثنين جو فيه لسيست بعملوا قيلولا وقالاش رحطها لكم بانضاء نيور لمدة الساعة جو جود باخد تصبيرة الساعة ثلاثة ايجو فيه ميدي وروا وعملوا وجباتي قال له طب كونت برو انت بتاخد غداك وابتعمليه في المساء قال له جو دي جون بتغدى افيك ما فهميه على الاسرة الساعة ست ده الطبيعة المصرية بقى المصري بيتغدى الساعة ست اخر نهار ايجو تدي وبذاكر حتى الساعة تسعة ونص بويجو مكوش بنامي الساعة عشرة صن ديني من غير متعشة كارج نيبا مانجيل اللي بحبش اكل لسوار تلاحظوا يا جمعان نفس الانشطة عملتها من شوية بس هنا سيغطاها من خلال ايه اسئلة واجانة حمزة برون حمزة بياخد في اليوم انسول ريباها واجبة واحدة دور ريباها واجبتين تروان ريباها تلاتة واجبات ولا اربع واجبات الرجل بيفسر وبياخد واجبة خفيفة وبياخد لغدا يلا كم واجبة تلاتة لو متاء الصبح حمزة ام دورنير بيحب ينام سوليفا الرطار بيصحى متأخر في دوسبور بيلعب رياضة في سندوار بيعمل واجب لا بيلعب رياضة حمزة بيروح المدرسة ابياعد رجلي ابيسيكليت بعجلة اموتوب موتسيكل باوتوبيس المدرسة لا طبعا ابيسيكليت طب الابريمي دي بعد الضهور حمزة بيعمل ايه حمزة بيكون في المدرسة ايه اولي سي ولا ايه اولي ايه اكلوب بيكون في النادي ولا دور بينام لمدة ساعة اللي هي في الرسست لو بيعمل قيلولة ولا في دوسبور بيلعب رياضة لا طبعا رقم سي حمزة بيذاكر دروسه شك جور كل يوم باندان انير لمدة ساعة باندان دزير لمدة ساعتين باندان تروازير لمدة تلس ساعات باندان كاترين لمدة اربع ساعات تعالوا بينا نشوف حمزة بيذاكر كم ساعة بيقول بتغدى مع الاسرة الساعة ستة وذاكر لحد الساعة تسعة ونص ايبا تقريبا كم ساعة تقريبا تلس ساعات ايبا الراجل بيذاكر تلس ساعات باندان تروازير تلس ساعات تمام اللي بعد تودوموندي بتسأل صديق سيل فيه هل بيعمل لتاش مناشار بتسأل صديق هل بيعمل لتاش مناشار شغل البيت يقول ويجي فيه من الفوار اه بعمل واجباتي ويجي فيه لسفور بلعب رياضة ويجي فيه لبسيل بخسر الصحون ويجي فيه لسيست بعمل قيلولا لا طبعا خلاص كترطاه رقم سين تودوموندي بتسأل صديق سوك الياء ماذا يوجد دونسا شامبر في حجرته يقول الياء لصلاة منجي في قطي يوجد سفرة يوجد كلوار طرقة ممر يوجد دلو مكتب وسرير ودولاب يوجد كمبيوتر وتأميني صبورة ذكية لا طبعا خمسين تودوموندي بتسأل صديق سوك الياء ماذا يوجد على مكتبه ايه المقول على المكتب يقول يوجد كرسي يوجد كمبيوتر يوجد سلط مهملات يوجد سجادة لا طبعا يوجد كمبيوتر والله كل مقرأ اسئلة كده كل مرأة سؤالي يا بلاد اول فعلا بجد والله حلو جدا الاسئلة جميلة اول اللي بعد حلوة الاسئلة في انها يكون مشغلة كل البوكابل عندك بحيث انك انت هتعفظ الكلام ازاي قديك كلمة ومعناها مكنش عد غلب تم الكتاب في اخره كموس كنت عدت حافظت كموس خلاص سيئ الفكرة ان انا حافظ الكلمات بيجي منين من الحل الكتير وكل طالبي يقول لي مستر ان عندي مشكلة ان انا مش حافظ كلمات اقول له دي مش مشكلة ان انت عندها بمصيبة انت لاني تحفظ كلمات وعمرك بيتحفظ بايه بالحل بالبراتيك طب تيدي امام دي بتسأل صديق كمو ايه الساشان بركافة ده كل حجرته يرد عليك يقولك ايه قال ليه انتليجانت زكية قال ليه اردني مرتبة قال ليه اكتيب نشيطة قال ليه دي لسيوز لزيزة لو طبعا وصف القوضة يبقى اردني منظمة لان اردني تنفع مع الاشخاص او مع الاشياء لكن انتليجانت اشخاص بس اكتيب اشخاص بس دي لسيوز شيء اكل بس طبعا اللذيز ده للطعم يعني اللي هي دي لشيوز بالانجليش طب تيدي امام دي بتسأل صديق سيل فيه سوكل فيه بيعمل ايه بور دي كوريه لكي يزين قطو يقولك جاكروش انت بلو بعلق لوحة وبوستر ولا بحط الهدوم في الدولاب ولا برتب كتبي ولا بحط اللوحة تحت الشباك او اسف بحط المكتب تحت الشباك لا طبعا بعلق لوحة وبوستر تيدي امامي تقول صاحبك سوكل دوافير ما دي يجب ان يعمل عشان يصحى بدري تقوله ايه صاحبك عشان يصحى بدري تقوله الفو يجب الفوتو اللي فيه يجب تصحى متأخر الفوتو كوشي يجب تنام متأخر لأ طبعا تصحى بدري عشان تصحى بدري ننام بدري يجب يجب تنام بدري عشان تصحى بدري تمام اللي بعد نمرة سبعة تخبر أخوك سوكل دوافير ماذا يجب أن يعمل أبريل ريبا بعد الواجبات هتقوله إيه يعمل إيه بعد الواجبات تقوله الفوتو منجي بوكو يجب تأكله كتير الفوتو درميل يجب تنام في الحال تاني مرة تشوف الكلمة دي الفوتو اللي فيه يجب تقسل إيديك وإسنانك الفوتو اللي فيه يجب تصحى سوم منجي أو يجب تنهض طقوم من غير متأكل يجب تنهض من غير متأكل لا طبعا يجب تغسل إيديك وإسنانك طب تيدو منجي بتسأل صديق سوكل مي ماذا يضع على الإتشير على الأرفف يحطيه على الرفوف يقولك كربية بابيه سالة مهملات أرموار دولاب ومكتب سيديهات وكتب ولا سجاجيد وستاير لا طبعا سيديهات وكتب تيدو منجي بتسأل ممتك سوكل فيه ماذا تعمل في المطبخ بتقولك بتعمل في المطبخ بتقولك جيفين ليه بنتب السرير جو رانج فينا أسنشالها جو رانج بنتب القوض جو بريبار بجهز الغداء جو ريباس بكو الهدوم لا طبعا بجهز الغداء تيدو منجي بتسأل صديق قوئي لرانج أنيا رتب ملابسه يحط هدومه فين يقولك ضل رموار في الدولاب ضلو يبروه في المكتب ضل تروار في الدرج ولا سولو ليه تحت السرير يا عزي على السرير لا طبعا في الدولاب بتقولي ايه تامير بتساعد ممتك في البيت تقولي ايه تقولي جو قدي جو فيديو بلع بريستيشن جو باست لسبراتير باكنس جو مانجي باكل اللي ماما بتجاهزه ولا جنين باما بحب الشغل البيت لا طبعا نمر بي عشان نكون مساعد ماما اه جو باكنس شغل مكنسة طب تفيل افيسال بتخسر الصحون تقول ايه تقولي شيرش لسبراتير ادور على المكنسة ابحث على المكنسة ولا جي بزواء جيني بونج سفينجا قارفين سفينجا اللي بنحط عليها اللي اسم ايه السحول الجاسيل او الصابون السيائي او كده سفينجا ولا ويلو فينها رباسي فين المكوى كلمة لو فينها رباسي معناها المكوى ولا جومي احط الترابيزة او انا كتب الصفرة يعني قبل الواجبة انت بتغسل الصحون يبقى تقولي انا ما احتاج لسفينجا احتاج لسفينجا عشان بللاقها ما اوحط عليها المسحوق انا اوحط عليها الصابون السايل واكسل ست ميزو المنزل كلمة مفرد مؤنس ايبا نوفل جو فيان دو افك ما فامي طبعا فيان دو بصي ليصو المصدر يا حمزة لف اغسل ايديك قبل ما تنام لف تو اغسل راقل ما تنام جو نواط لتاش من اجير جو في سو صور هذا المساء نو نواط انسامبل نوزالون سورتير عشان ده هذا المساء بتدل على المستقبل اللي بعده الناج لابسين هو بيعوم بسين طب بسترحي زمن فاشا اقوله لا يا حبيبو انا عمرا ما يجراها دا او اصلا او عبارة عن ا زاد ل فما ينفعش اقولها او ل سو ملا طب سير انا هعوم على البسين على البسين ما هلازم يكون جوه المية يبا ضعو السبري بار هي بتستعد عشان تخرج معي بور جو بران ااخد دا ما دام تبير ببراندر يبقى له نو جوان بدنلعب ما دام فيه له ما ينفعش اقول او يبقى ضان يبقى بدنلعب ضل لجوردان زين الدين اخو حمزة بقى زين الدين نايم في السرير يبقى قول لي برضو ما تنفعش اقول ضان عشان ضان لازم يكون اراها له ولو قلت يشير لازم اقول وراها له ولو قلت اه ما ينفعش يحطه اراها لي الحزب بتبقى كده يا ولد يعني لازم اكون بجرب الاختيارات بتاعتي اللي ينفع اللي ما ينفعش عشان ما غلطش اللي بعده قلتلكم شوية يا جماعة كمبيان يجراها اسم جمع الدين بتتجمعش انتروس مقلمة سي مادام سي يجراها صفة مذكرة شير فاكرين يا جماعة سي يجراها صفة مذكرة جيم بكو بحب جدا مادام دافر بقيمة افعال ميول يبقى ليه بحب جدا مكتات الطائرات ليرو سير لبيرو على المكتب الياء يوجد افاجورة اون افانتو كتي قبل ما تغادر الاوضة الفيرو ده مانا يغادر يترك قبل ما تخرج من الاوضة الفونو اترانجي لا يجب ترتبها جونو اتلاسبيراتور بس عشان ده تعبير بس لاسبيراتور يكنس نو مانجون دالاصل امانجي بناكل في قط السفرة افان لدجني قبل الغداء ما سير قبل الغداء اختي في لطبل بترتب السفرة بالنسبة لشغل البيت لشي نقط لافيسيل فيه لو بيرول مكتب نقط دولار موار انتر ما تنفعش عشان انتر لدي يكون بيت حكتين ديفان ما يجوش وراها دي ديفان يجوش وراها ديفيني تعريف يعني تبقى يلا بصروف بس مفيش ديف تبسوه تحت ما يجوش وراها ديف خلاص بيت بقى المكتب بقى المكتب بجانب الدولار منقل عمي في بارتير في بارتير ديفتيو بروش مدام في تيو بروش يبادان خلال ماصير اختي فيان دي سليفي لسه صحية مدام لسه صحية دي بصير يبقى 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 جنوعة فير لبوتيك سوسوار سوسوار مستقبل يبقى ذي جو بي فير لبوتيك علي نوعة فين سليفوار إليا مدام إليا يبقى بصير يبقى فيان دي يبقى علي إليا انير منزل ساعة في هنا دون أصا فيان دي يبقى علي فيان دو فينير سليفوار نفتكر نصال لحدي فيان دو فينير بليرو دخلصو تمام هاخد بريك شوية بقى استريح شوية وهو ما اشوف الكويز وابدأ فيمنحك ساعة ثالثة إن شاء الله وابدأ وابدأ اشتركوا في القناة